فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معالي دولة البذراء مصطفى مدبولي معالي الدكتور محمد معيت رئيس مجلس محافظي بنك الأسيا والاستثمار في بناء التحتية ووزير المالي المصبعي السادة المحافظون السيدات والسادة الحضور الكريم إنه لمن عظيم فخدي والشرفي أن أرحب بكم جميعا في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الأسيا والاستثمار في البناء التحتية وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عننا جميعا أود أن أعرب عن خالص تقديرنا لجمهورية مصر العربية والشعب المصري على قرم الضيافة والدعم الرائع أثناء هذا الاجتماع السنوي والذي يعتبر نقطة وصل ما بين قرتي أسيا وإفريقيا وكأحد أعظم الحضارات في تاريخ البشرية تحتل البناء التحتية المصرية منذ فترة طويلة مكانة خاصة في مخيلة العالم فمن أعجوبة أهرامات الجيسة الخالدة إلى قناة السويس والتي تضفق من خلالها حوالي 12% من التجارة العالمية